التقى وزير الخارجية سيمح شكري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتين جريفث وذلك خلال زيارتي الحالية إلى جينيف وخلال اللقاء أشهد شكري بالجهود الأممية لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في مناطق الأزمات مؤكدا استمرار مصر في دعمها لجهود المكتب خاصة مع ما يشهده العالم من تصاعد للأزمات دوليا وإقليميا وبحث شكري وجريفث التطورات في السودان وانعكستها على الوضع الإنساني في السودان ودول الجوارة حيث أشهد منصق الشؤون الإنسانية بالجهود التي تبدلها مصر ومساعيها الحثيثة للتواصل إلى حل من الأزمة وتوفير الدعم الإنساني وطبي العاجل للشعب السودانية فضلا عن استقبالها للوافدين السودانيين كما بحث اللقاء مستجدات الأزمة السورية والجهود الجارية لحل حالة الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السورية واتفق الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة بشأن سبل تعزيز الدعم الإنساني لمناطق الأزمات بالشرق الأوسط